بسم الله الرحمن الرحيم مواصل الحديث عن صلاة الجماعة من الأعذار التي يعدر بها الإنسان في تركه للجمعة والجماعة ذكرنا سابقا المرض وأنه من الأعذار التي يترك بها الإنسان الجمعة والجماعة إذا كان يلحقه من المرض ما شقة العذر الثاني مدافعة أحد الأخبثين فإن من يدافع أحد الأخبثين يعذر بترك الجمعة والجماعة والأخبثان هما البول والغائط ويلحق بهما كذلك الريح إذا كان عند الإنسان غازات وانتفقات في بطنه فإنها تشق عليه وقد يكون ذلك أشق عليه من احتباس البول والغائط الدليل على أن مدافعة أحد الأخبثين يعذر يُعذر صاحبهما بترك الجمعة والجماعة الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان هو البول والغائط الدليل الثاني أن المدافعة تقتضي انشغال القلب عن الصلاة إذا كان الإنسان محتبس ويدافع البول والغائط أو الغازات التي في بطنه فإنه حينئذ ينشغل بالمدافعة ويذهب عن الصلاة ينشغل قلبه عن الصلاة والعصل أن الإنسان يحافظ على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب وخشوع فلب الصلاة هو الخشوع فيها فإذا انشغل بهذه المدافعة أدى ذلك إلى أنه يفقد الطمأنينة وحضور القلب وحضور القلب والطمأنينة أولى من حضوره للجمعة والجماعة فلو صلى في غير جمعة وجماعة حاضر القلب فهذا أولى من أن يصلي مع الجماعة وهو مشغول القلب الدليل الثالث أن احتباس هذين الأخبثين اللي هو البول والغائط والغازات مع المدافعة يحتبس ويدافع ذلك يضر بالبدن ضررا كبيرا لأن الله سبحانه وتعالى جعل خروج هذين الأخبثين راحة للإنسان فإذا حبسهما الإنسان صار في ذلك مخالفة للطبيعة التي يخلق الإنسان عليها وأدى ذلك إلى أن يقع عليه الضرر قال ابن عثيمين وهذه قاعدة طبية إن كل ما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن ومن ثم يتبين أضرار هذا يذكره ابن عثيمين من الفوائد رحمه الله قال يتبين أضرار الحبوب التي تستعملها النساء من أجل حبس الحيض فإن ذلك فيه ضرر عليها وقس على ذلك كل ما خالف الطبيعة وحبس ومنع من الخروج من البدن فإنه يؤدي إلى أن ضرر عكسي يؤدي بالإنسان إلى أنه يتضرر ضرر عكسي احتباس الأخبثين وربما البول احتباس البول قد يؤدي إلى الفشل الكلوي نسأل الله السلامة والعافية من هذه أيضا الأعذار التي يحق للإنسان أن يترك الجمعة والجماعة ويجوز له أن يترك الجمعة والجماعة ولا إثم عليه إذا كان بحضر الطعام محتاج إليه يعني جائع والطعام موجود ويحتاجوا إلى هذا الطعام فإنه يُعذر بترك الجمعة والجماعة ويبدأ بالطعام فيشبع ثم بعد ذلك يؤدي الصلاة ويمثلون لذلك برجل جائع حضر عند الطعام وهو يسمع الإقامة يعني سمع إقامة الظهر والطعام حضر عنده وهو جائع فهو بين أمرين إما أن يذهب إلى المسجد وقلبه منشغل بالطعام والجوع يحرقه ويجعله يفكر في الطعام أو أن يأكل ويطمئن فإذا شبع ذهب وأدى الصلاة والأولى أنه يشبع فإذا شبع فإنه يخرج ويؤدي الصلاة سواء في المسجد أو يؤديها منفردا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب وهذا يدل على أنه أن البداء بالأكل أمر مشروع لأن عدم البداء بذلك يؤدي إلى الإنشغال عن الصلاة الأمر أو العذر الرابع من الأعذار التي يترك أو تترك بها الجمعة والجماعة الخائف الخائف على ضياء ماله أو فواته أو الضرر فيه إنسان مثلا عنده دابة وخاف أن تذهب وتضيع أو سيارته مثلا خاف أن تسرق أو خاف أن يلحقه ضرر وهنا الخوف هنا هو غلبة الظن وليس الشك لكن يغلب على ظنه أنه قد يضيع ماله أو يفوت أو يلحق ضرر به فهذا يؤذر بترك الجمعة والجماعة وذلك لأنه إذا انشغل نوغنا له لابد أن تأتي إلى الجمعة والجماعة وهو يخاف على ماله أن يسرق وعلى داباته أن تسرق أو تنفلت وتضيع في هذا الحال يكون منشغلا بهذا المال فيؤدي به إلى أنه لا يطمئن في صلاته ومن أركان الصلاة هي الطمأنينة وأداء الصلاة بقلب بقلب خاشئ آخر هذه الأعذار الأذية بالمطر إذا تأذى في ثيابه أو بالبرد أو بالرياح الرياح الشديدة أو الرياح وتأذى بها فإنه حينئذ يُعذر في هذه الحالة بترك الجمعة وترك الجماعة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منادي ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة ألا صلوا في الرحال يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي أو يأمر من ينادي إذا كانت إذا كان الجو ممطرا وباردا وفيه رياح شديدة كان يأمر منادي أن ينادي في الناس الليلة في الليلة الباردة والمطيرة ألا صلوا في رحالكم يعني لا تأتوا إلى لا تأتوا إلى المسجد